لكن برضو بناء على فكرة النبذ التعصب وفكرة الفهم العالي في الكرة كان الدكتور متحة العادل له تصريح مهم جدا نطلع نسمع عشان نعقب عليه اللي بيدعو للتعصب ان انت تحسي ان هناك بطولات موجهة ان في فرقة مش عارف ان الحاجة هو ده لكن غير كده لو ماتش عادي انا لعبت كويس واتغلبت مده طبيعي الاهلي لعب احسب مني وياما لعب احسب مني وياما لعب احسب مني واتغلب على الماتش اللي كسبه 3 واحد انا قلت كان افديل الاهلي لا لا ضيع كورة في العرضة وضيع كان ممكن جدا تغير انا على فكرة بفهم كورة كويس قوي اه انا عارف فانا لما بتكلم بتكلم وانا فير للزمالك كسبان 3 وبقول لي لعب ماتش هايل وكان ممكن جدا هل دايما في احساس عند الزمالك بالظلم لا مش احساس بالمظلومية ولا لا لا بس هناك فرق بين احساس وهو قائع احساس انا عندي مريضة روح اتعلق عندي دكتور لكن الوقائع بتقول كده ولما الوقائع تزيد مرة ما يمكن الوقائع دي من وجهة من وجهة نظر عشان مسلا اتغلبنا لا طب حساس انا مش عايز اخش انا مش عايز اخش انا مش عايز اخش انا مش عايز اخش حد هيسمع الكلام ده بس يسمع هو الواحد وكده من غير ما يروح لاي حد تاني او اي تصرحات تاني لدكتور متحة العد هيقول كلام فير جدا الراجل بقول انا بفهم في القرى هو بيقول ذلك وهو ادرى بالنقطة دي النقطة التانية بيتكلم انا مش مع التعصب اطلاقا اللي بيتكلم عن ان فيه وقائع اللي بتحدث دي وقائع تاريخية اعتقد او حتى الاستاذ الاميس لما يكلم موارد جدا تكون الوقائع دي في مخيلتها كانت قال لها لا ازاي ده معروفة وا 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 استعرضنا لسه وقعت لقب نادي القرن اللي بقى لهم عشرين سنة بيتكلموا فيه الكابتن او الدكتور متحة حتى هذه اللحظة ما يعرفش اصلا لقب نادي القرن العالمي او افضل نادي في العالم اتخذ الدي فوضحنا النقطة دي فدي وقائع كانت وصلة للدكتور متحة فقط النقطة الاهم بقى ان الدكتور متحة تتكلم عن مباراة تلاتة واحد وبيقول انا فير جدا وبفهم في الكرة والنادي الاهلي كان هو مسيطر ومستحوز ولكن ازا مالك فاز الحقيقة اصلا الكابتن متحة لو فيه اي درجة من درجات الفيرت فحديدا في المباراة دي اللي هي في الدوري كان المفروض يذكر ضرب الجزاء وليت سليمان اللي لم تحتسب ومش عارفين لغاية اللي لم تحتسب ليه لكن الاهم بقى لما راح يتكلم على تويتر وكأن كان الاكاونت متهكر فبيرد على طبعا القبطان الفنان الكبير الاهلاوي نبيل الحلفاوي لما بيقول مبروك لزا مالك بس بعد الهدفين في القائم والبنالتي الذي لم يحتسب كان واضح ان اليوم مش بتاع الاهلي كلام فير جدا وده كلام اعتقد يعني كلام محترم جدا من الكبطان كان رد الدكتور متحة ايه بقى بيقول الغريب ان مهما حاولت قلق اعلق يدفعني تعليق مضحك مثل تعليق الفنان نبيل الحلفاوي ده تعليق مضحك من وجهة نظر دكتور متحة اللي ضد التعصب بيقول على الدخول في مهاترات لا اريدها من يفهم كرة بشكل حقيقي يدرك ان الزمالك كان افضل واقعيا وجماعيا دون الدخول في التحكيم الذي تعود عليه الفنان يعني كلام متناقض تماما للكابتن متحة اللي بقى دكتور متحة اللي برضو مع لميس الحديد عصول لميس الحديد بيقول فاهم كرة وعلى تويتر وهو فاهم كرة برضو هو هو نفس الشخص بس بيقول ان الزمالك كان افضل هو مين كان افضل ولا مين دكتور متحة اللي حضرتك تقصد تتكلم معنا دكتور اعتقد الامور واضحة بس فيه حاجة تستدعي وقفة فيه تسريب صوتي نشر لدكتور متحة العدل كان فيه الفاظ خارجة وكان فيه اتهامات مش لاتحاد الكرة بس لجنة الحكام وتطول عليهم بشكل كبير جدا يمكن الواحد حتى شخصيا كتب عنه تعليق وبعد كده حزفه نتيجة ان الواحد شاف ان ما ينفعش حاجة طالما لم تنسب للشخص بشكل عملي نتحدث فيها وده كان الموقف الاخلاقي لينا كافراد ولكن صدمنا لما لقينا ان دكتور متحة بيتحدث عن التسريب الصوتي نطلع ونشوف قال ايه ورأيه في تسريب الصوتي اللي كان بيحتوي على الكلام ده ايه انزعكت من المكالمة اللي اتصربت بتاعت عمر الجنيه اه طبعا انزعكت من التسريب اه طبعا لكن المكالمة نفسها مصرة عليها لغاية دلوقتي يعني بغض بنظر ان انا قلت فيها الفاظ بس انا بكلم صحديقي في التليفون يعني يعني ممكن يكلمني اشتكليه من بنته انا عمر صحاب عمر شخصية يعني محترمة وراجل بنكير كبير وبينه وبين بعض علاقات وكده يعني متعود اكلمه يعني مش اول مرة واخدبالك فانا بكلمه بمنتغى الاريحية على لسه ان احنا اصدقاء يعني مش مش كاتبها على تويتر او مش عارف مش كاتبها على تويتر ولا قلتها في العلن ولكن لو رجعت بالموقف هقول نفس الكلام اللي انا قلته اعتقد فكرة ان انا قدم نفسي بشكل وبيني وبين نفسي ما فيش حاجة اسمها انا اصحاب او انا بتكلم بشكل واي حد بيكلم اي حد بيتكلم بشكل ده لا لو حضرتك بتقدن نفسك كشخص في المجتمع عليك تأثيرك سواء في الفن او في الرياضة او بتدعي ذلك لا يمكن ابدا ان انا رصخ عند الناس ان دي كانت وجهة نظري بالشكل اللي اتعرضت بيه الطبيعي ان انا لو هتكلم عن التسريب ده اقول كلمة واحدة بس انا اسف ان الالفاظ دي خرجت مني ولا يمكن ان انا كنت ااصف المنظومة الرياضية بشكل ده ده اللي مفترض ان ينبغي ان يكون عليه الكلام مش يكون انا بأكد عند موقفي اعتقد برضو نوع من كسب التعاطف عند جمهور مرتبط بالقرار بتاعه اللي قاله النهار دي هي الصورة الزهنية اللي خلاص جمهير الزمالك بقاش بيقبل غيرها هي دي الصورة الزهنية لكن الحقيقة انا كمان اضافة لفكرة المصطلحات اللي خرجت او الالفاظ اللي خرجت في الرسالة انا عايزكم تشوفوا ازاي كبار مشجعي النادي الاهلي زي الدكتور متحة عد بيخاطب رئيس اتحاد كرة القدم ازاي بيتكلم عن الحكام ورئيس لجنة الحكام واعتقد بعد ما الدكتور متحة العد أكرر ان ده فعلا صوته وان التسريب ده خارج منه هو وازاي هو منداش ان الكلام ده خرج اعتقد هو كمان لازم يعتذر لرئيس لجنة الحكام ويعتذر لكل الحكام لان الحكام ممكن تتخذ تجاه دكتور متحة موقف اعتقد مش هيكون كويس لدكتور متحة موقف قانوني اجراء قانوني لان الامور دي بقت واضحة جدا انا شتمت في تسريب وطلعت اقريت بالتسريب فبالتالي خلاص مات مزبتة عليه التسريب انا هميني انت قلت اعتذر نفسه يعتذر برضو للناس اللي اهانهم لكن دكتور متحة برضو كان عنده قضية مازلنا مع الدكتور متحة اللي دايما بيكلم عن فكرة نبز التعصب وانه هو نصير فكرة نبز التعصب فنشوف الفيديو ده بنرجع نعاكم اسمها اختيار التوقيت الزكي يعني انت دلوقتي شايف الحالة محتقنة وجمهور الزمالك متضايق اولا عادي انت سلم على الحطيب طبعا وتصور معاه توقيت نزوله الصورة ميزاكي ميزاكي كمان مرة بقولها ميت مرة على فكرة ميدو انا بحبه جدا يعني وفي نفس الوقت كمان دخلت في وصلة خناء ملاش اي معنى يعني ما كنتش تجريت لخناء انت نجم وكبير ما تطلعش معه مزيع تقوله من امير ومن لان انت من اسبوعين يا ميدو كنت بتقوله على الامير ده عظيم ولازم تدريسه ازاي الرجل ده ميسيكي النادي مدير كرة عظيم ما ينفعش بعد اسبوعين ترجع تقول عكس الكلام اللي انت قلته وكان الابدى بيك ان انت اولا ما تنزلش الصورة لانه ملاش اي معنى ده في التوقيت ده ولما تنزلها والناس تهاجمك انت ما تردش خلاص سيب الموضوع يمشي هل شفتم اي لوم تم توجيهه للفعل اللي كان عليه رد فعل احمد حسام ميدو هل شفته ده لا هو لام احمد حسام ميدو انه هو اتصور في توقيت ممكن يستفز جميل نادزة مالك نفس الفكرة ونفس المصطلحات ونفس الاتجاه اللعب على الصورة الزهنية الجميع النادي الزمالك تجاه اي مسؤول في نادزة مالك ميدو اللي لنا معاه مواقف كتيرة جدا كنا ضده ومواقف تانية كنا معاه ميدو شايف واي حد شايف في مجال كرة القدم ان اول ما شوف الكابتن محمود الخطيب لازم اتصور معاه ده رقم واحد طب فكرة التوقيت ميدو اصلا في برنامجه يعني بيدعو الفكرة او عامل نبذ التعصب ولا للتعصب او حاجة من هذا القبيل فعشان يكون الراجل في الحتة دي متصق مع ذاته لما يقابل الكابتن محمود الخطيب طبيعي جدا ينزل الصورة دي لكن الكلام ده مش عاجب دكتور ميتحت العدل وشايف ان التوقيت ما كانش سليم وان رد فعل ميدو على اللي قال لي ميدو كلام مستليم هو اللي غلط وما فيش اي لوم اتوجه للفعل اللي نرفز ميدو لكن الاهم يا دكتور ميتحت في الاوقات اللي زي دي لما تكون فيه امور شايفة محتقنة لازم يكون المواقف اللي عملها ميدو دي واللي سبق وعملها الكابتن محمود الخطيب في برات كمة جماهير الاهلي وجماهير الزمالك زي ما حضركم شايفين كابتن حسن شحات والتعرض بهتفات موسيقى للنجمين سواء الكابتن حسن شحاتة وتحديدا من جماهير النادي الاهلي الكابتن محمود الخطيب بصفة المسؤول من وهو لاعب اصر ان جماهير النادي الاهلي تقدم التحية للكابتن حسن شحاتة قبل بداية المباراة لقطة شهيرة جدا وقت مهم جدا ووقت الاحتقان ووقت فيه شد وجذب كابتن محمود الخطيب خد الكابتن حسن شحاتة راح له مدرجات نادي الزمالك ايه اللي حصل؟ الاحتقان هدي فلما ميدو يعمل كده المفروض صوت العقل يقول ان تصرف ميدو هنا سليم لكن غير كده يا فارس اعتقد ده هو صوت التعصب بذات نفسه فيه بقى مفارقة جزء اخر من الصورة اسامة اللي انت اتكلمت فيها لما كابتن محمود الخطيب خد كابتن حسن شحاتة من ايده وراح لجمهور النادي الاهلي جمهور النادي الاهلي قيمة كابتن محمود الخطيب وفهمه وادراك فكرة ان ده غلط حتى لو صدر منهم توقفت الهتفات تماما على عكس جمهور نادي الزمالك اللي لمجرد صورة مع رمز يشرف اي حد ان يتصور معه زي كابتن محمود الخطيب كان اهالة الصباب والاتقامات لميدو اعتقد زاوية مهمة جدا جدا طبعا وبحييك عليها